الزملاء المحترامون الأصدقاء أهلاً وسهلاً بكم أشكر الجانب السعودي على ما قام به من حفاوة ضيافة وترتبات دقيقة ويساعدني أن أجتمع مع حضرة الزملاء تحت سقف واحد لعقد القيمة الصينية العربية الأولى أن هذه القيمة حدث مفصلي في تاريخ العلاقات الصينية العربية وتقود العلاقات وتعاون بين الصين ودول العربية نحو مستقبل أجمل بكل تأكيد يدرب التواصل الودي بين الصين ودول العربية بجذورها في أعماق تاريخ حيث تلاقت وتحرفت بعضها على البعض عبر طريق الحرير القديم وتقاسمت السراء والضراء في تيار أن يظالم أنجل تحرير الوطني وحققت التعاون والكاسب المشترك في تيار العولمة الاقتصادية وظلت تتماسك بالحق والعدالة في العالم المتغير والمتقلب وبلورت من خلالها روح صداقة الصينية العربية المتماثل في التضامن وتآزر والمساوات والمنفع المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة يعتبر التضامن وتآزر صداقة الصينية العربية تثق الصين ودول العربية بعضها بالبعض وتربطهما مشاعر أخوية حيث نتبادل دعم ثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية للجانب الآخر ونتحد ونتقدم معا في قضية حقيق أحلام نهضة الأمة ونتضامن بروح الفريق الواحد في المعركة ضد جايحة فيروس الكورونا المستجد وأصبحت الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على تعاون شامل والتمية المشتركة للمستقبل الأفضل قوية لا تنقطع تعتبر المساواة والمنفع المتبادلة قوة دافعة لا تنضب لصداقة الصينية العربية يحدد تعاون الصيني العربي القائم على المنفع المتبادلة والكاسب المشترك نموذجا يحتدى به لتعاون الجنوب لجنوب حيث تم إنشاء سبعة عشر آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى تعاون الصيني العربي وخلال سنوات الحشر الماضية تجاوز حجم تبادل تجاري بين الصين ودول العربية ثلاثة مئة مليار دولار أمريكي بزيادة واحدة فاصل خمسة ضعف وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين سبعة عشرين مليار دولار أمريكي بزيادة لاثنين فاصل ستة ضعف وتنفيذ أكثر من مائتي مشروع في إطار تعاون في بناء الحزام وطريق التي عادت بالخير على قرابة مليار دولارين نسمة من السكان يعتبر الشمول والاستفادة المتبادلة قيم الصداقة الصينية العربية تتبادل الحضارتين الصينية العربية الإعجاب وتسجلان فصولا تاريخيا رائعة من تعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة نستلحم بالحكمة من الحضارة العريقة للجانب الآخر وننشر سويا المغزى الحقيقية للحضارة على وهو الاحتمام بالسلام ودعوة إلى الانسجام والهزام بالتعهدات والسعي وراء الحق ندافع عن الأصالة بكل ثبات في وجه التحريد على السرع على الحضارات وندعو سويا إلى الحوار بين الحضارات ونناهد التمييز الحضاري ونحافظ على تنوع الحضاري في العالم أيها الزملاء والأصدقاء في الوقت الراحي دخل العالم مراحلة جديدة من التراب والتحاول وتشهد منطقة شرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة بادت رغبة الشعوب العربية في السلام وتمي أكثر إلى حاحن واشتادت نداءاتها الداعية إلى الإنصاف والعدالة في هذا السياق على الجانبين الصيني والعربي بعد برهما شركين استراتيجيين توارث وتطوير روح الصداقة الصيني العربية وتعزيز تضامن وتهاون وبناء مجتمع مستقبل مشترك أوثق بين الصين والدول العربية بما يعود بمزيد من الفوائد على الشعوب الجانبين ويساهم في قضية قدم للبشرية علينا تماسك بالاستقلالية والسيانة المصالح المشتركة يدعم الجانب الصيني جهود الدول العربية لاستكشاف الطرق التماوية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية وتحكم في مستقبلها ومصورها في أيديها ويحرص الجانب الصيني على التعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربي وتبادل الدعم الثابت فيما ساعي الجانب الآخر إلى الحفاظ على السيادة البلاد والسلامة الأراضي والكرامة الوطنية وعلى الجانبين تماسك سوياً بمبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية وتتبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروع للدول النامية علينا تركيز على التمية الاقتصادية وتعزيز تعاون القائم على الكسب المشترك من ضروري تعزيز الموأمة بين استراتيجيات التنموية وبناء الحزام وطريق بجودة عالية ومن ضروري توطيد تعاون تقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وغيرها وتقوية أقطاب النمو المصاعدة مثل التمية الخضراء والمنخفض الكربون والصحة والاستثمار والمالية وفتح آفاق جديدة في مجالات الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي والاستخدامات السلمية لطاقة النووية وتعامل الفعال مع تحديات الكبرى القائمة مثل أمن الغذاء وطاقة يحرس الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ مبادرة التمية العالمية وتدعيم تعاون الجنوب الجنوب لتحقيق تمية المستدامة علينا الحفاظ على السلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك يدعم الجانب الصيني الجانب العربي في إيجاد حلول السياسية للقاضية الساخنة والشائكة بالحكمة العربية وبناء منظومة أمنية مشتركة والشاملة وتعاونية ومستدامة في شرق الأوسط ونحث المجتمع الدولي على إحترام شعوب شرق الأوسط باعتبارها أسياد المنطقة وإدفاء طاقة إيجابية تخدم الأمن والاستقرار في شرق الأوسط ويراحب الجانب الصيني بالمشراكة الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي كما أنه على استعداد لمواصلة المساهمة بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والأمانة في شرق الأوسط علينا تعزيز تبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة من ضروري توسيع نطاق تبادل الأفراد وتعاون الإنساني والثقافي وتبادل الخبرات في الحكمة والإدارة ومن ضروري رفض الإسلامفوبيا بشكل مشترك وإجراء تعاون في نزع التطرف ورفع ربط الإرهاب بعرق أو دين بعينها ومن ضروري تكريز قيم البشرية المشتركة المتماثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية والنصب قدوة للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العسر الجديد رأينا بارتياح أنه تم الاتفاق في هذه القمة على العمل بكل جهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العسر الجديد مع وضع الخطوط العريضة لخطة تعاون شامل بين الصين والدول العربية بغية تخطيط آثاق تدور العلاقات الصينية العربية بشكل مشترك كخطوة الأولى لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك وتنفيذ الخطوط العريضة لخطة تعاون شامل بين الصين والدول العربية يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاثة إلى الخمسة القادمة التي تغطي المجالات الثمانية التالية تدعيم التامية الأمن الغذائي السحة التامية الخضراء والابتكار أمن طاقة الحوار بين الحضرات تأهيل الشباب الأمن والاستقرار قد أفاد الجانب الصيني الجانب العربي بالمحتويات المفصلة للأعمال الثمانية المشتركة وسيعمل مع الجانب العربي سويا على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وتحقيق حصاد مباكر أيها الزملاء والأصدقاء إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في شرق الأوسط وتدعى الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروع كما أن تطلع لإقامة دولة مستقلة لا تقبل رفضا يجب على المجتمع الدولي أن يراسخ الإيمان بحل دولتين وتماسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزم والعمل بكل الثبات على بادة الجهود حميدة لدفع مفاوضات السلام وزيادة المساعدات الإنسانية والإمائية لفلسطين لدفع الحل العادل والعاجل للقاضية الفلسطينية يرحب الجانب الصيني بتقدم المهم الأخير الذي حققته جهود الويساتة العربية لدفع المصالح الداخلية الفلسطينية أود أن أؤكد مجددا أن الجانب الصيني يدعم بكل الثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات الصيادة الكاملة على حدود سبعة وستين وعزمتها القدس الشرقية ويدعم نيل فلسطين العدوية الكاملة في الأمم المتحدة وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني لدعمه لتنفيذ المشاريع المعيشية كما سيزيد من التبرعات إلى وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في شرق الأدنى أيها الزملاء والأصدقاء قد عقد الحزب الشيوعي الصيني مآخرا المؤتمر الوطني العشرين بالنجاح حيث تم تحديد المهام والطرق لدفع بالنحضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النماط كما رسم الخطوط العريضة الطموح لتمية الصين في المستقبل سيلتزم الصين بالحفاظ على السلام في العالم وتعزيز تهمية المشتركة ودفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية وسيلتزم بكل ثبات بسياسة خارجية السلمية مستقلة والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين ويلتزم بتطوير الصداقة وتعاون مع كافة الدول على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتعميق وتوسيع شراكة العالمية وسيتمسك بثبات استراتيجية الانفتاح القائمة على المنفع المتبادلة والكسب المشترك ودفع بالانفتاح العالي المستوى والتشارك في بناء الحزام وطريق بجودة عالية بما يوفر فرصا جديدة لكافة الدول بما فيها الدول العربية من خلال التميال الجديدة في الصين أيها الزملاء المحترمون والأصدقاء إن القضية العظيمة تبدأ بالحلم وتنجز بالعمل الملموس لنكرس روح الصداقة الصينية العربية ونعمل يداً بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العسر الجديد ونعمل سوياً على خلق مستقبل أكثر روعةً وإشراقاً للعلاقات الصينية العربية شكراً لكم شكراً لكم